امرأة تتزين تجاه المرأة الكافرة يهودية مسيحية مجوسية مشركة من نوع آخر بعض العلماء قالين حرام هذا القرآن يقول او نسائهن يعني النساء المؤمنات فاذا تظهر زينتها امام امرأة كافرة موظفة كافرة في الدواء او في محلات التجميل قالين حرام هذا بعض الفقهاء بعض الفقهاء قالين مكروح حتى اذا مكروح في حديث عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لا ينبغي للمرأة المسلمة ان تنكشف او تتكشف بين يدي اليهودية او النصرانية فانهن لاحظوا التعليل يصفن ذلك لازواجه تروح للبيت معتها امانة المرأة المسلمة يفترض ان تكون امينة وهذا شيء موزيا ان امرأة تصف لزوجها لمحارمها امرأة اجنبية عنها هذا عمل موزيا هذا عمل مبغوظ المرأة المسلمة يفترض ان يكون فيها هذا الحاجز يفترض ان تكون فيها هذه الامانة اما المرأة الكافرة معتها حاجز معتها امانة فتذهب وتكشف كل شيء لزوجها واقربائها زين هذا العمل ان المرأة المؤمنة المحجبة المخدرة تكون مكشوفة امام الرجال الكفار امام اليهود والنصارى والمجوز زين هذا العمل الزواج شكرا